الوظيفة الثالثة هم المبشرون المبشر هو العمل المرسل أن ينطلق أن يذهب إلى أماكن أخرى إلى أماكن ما وصلتها رسالة المسيح كما يقول الرسول اعمل عمل المبشر فالمرسل هو الذي يتكلم بالأخبار المفرحة الأخبار الصارة يأخذ هذه الأخبار الأخبار الصارة من مكان إلى مكان إلى أماكن طبعا ما وصلتها الرسالة والأخبار الصارة هي بكل بساطة عن فداء يسوع المسيح أن المسيح مات من أجل خطيانة قام من الأموات حتى يبررنا ويعطينا الحياة الأبدية وهذا هو الإنجيل بشكل مختصر فهذا كان عمل المرسل والموهبة الرابعة الأخيرة كانت الرب وضع رعاة ومعلمين في الكنيسة فالراعي هو الذي يهتم بالقطيع وأن يحفظ بل يحافظ على الخراف وطبعا يسوع المسيح هو مثالنا فهو الراعي الصالح وهو راعي الخراف العظيم وهو الراعي النفوس أيضا كما يقول عنه الكتاب بل هو رئيس الرعاة كما قال في أحد الأيام لبطرس ارعى خرافي وكما قال بولوس لكنيسة أفسوس محذرا القصوص أن يحترزوا للرعية التي أقامهم عليها الروح القدس فالراعي هو بكل بساطة الذي يعلم ويقسم كلمة الحق بالاستقامة فهو الذي يطعم وهو الذي يقود وهو الذي يحمي ويحافظ وهو الذي يبحث عن الخرفان الضلة وصلي أن تكون هذه العطاية بركة لكنيستك اليوم وبركة لحياتك اشتركوا في القناة